لو سألنا هذا السؤال اني انا عندي حجر زهر بدي ارميه رمية واحدة و بدي اعرف شو احتمال يطلع لي الرقم ستة اللي هو الشيش. الحجر زهر هو مكعب فيه له ست وجوه مراقمة فرقم ستة موجود على احد الوجوه هذي فقط فشو احتمال يطلع لي الشيش احتمال الشيش هو واحد على ستة بربابيليت تبع الرقم ستة يطلع هو واحد على ستة واحد مقابل عدد الاحتمالات كلها بالمقابل الاودس انه يطلع لي الرقم ستة او الارجحية بترجمة بالارجحية ما بارفز الترجمة الصحيحة ما بارفز حقيقة شو الفرق بينه بين الاحتمال كمعنى او كاستخدام حقيقة الاودس هتكون واحد الى خمسة الاحتمال الصحيح له احد الوجوه مقابل الاحتمالات الثانية الخاطئة هي خمس وجوه بتكون فواحد لخمسة فالاحتمال صار هون واحد لستة والاودس واحد لخمسة بالمقابل لو حكينا عن ورق اللعب والشدة الاحتمال ختيار الكوبة أو ختيار الملك الكوبة شو هو احتمال يطلع لك إذا عملت يطلع لك بورقك هو احتمال أصل بواحد من أصل 52 اللي هو probability بينما الأودز تبعه هي واحد على 51 الاحتمال الصحيح اللي هو الورقة الوحيد اللي يجب أن ينطبق عليها المواصفات مقابل 51 ورقة ما بينطبق عليها المواصفات واحد على واحد وخمسين لاحظوا أن واحد على واحد وخمسين وواحد على اتنين وخمسين كتير قراب من بعضهم تقريبا بعبروا عن بعضهم بينما لو حكينا بالواحد على خمسة هي عشرين بالمئة هي الـ probability اللي هي الـ odds مقابل واحد على ستة اللي هي الـ probability 16 بالمئة في فرق بيناتهم 4 بالمئة فلما بيكون الاحتمال قليل جدا جدا الـ odds بيكون تقريبا قريب منه الـ probability والـ odds بيكون قراب جدا لبعضهم هاي اللي حابب بس ركز علي شو الفرق بيناتهم إحصائيا حقيقة لا أعرف جواب هذا السؤال أنا بعرف انه هذا اسمه probability وهي اسمه odds بس ليش منستخدم هذا وليش منستخدم هذا حقيقة لا ما بعرف أنا ما أم حكي بعدني عن الـ relative risk ولا عن odds ratio هدول الكلام بالمحاضرة البعدة أو الجزء الجاي بس هل في فرق بين كلمة انه الـ odds انه تطلع واحد على واحد وخمسين تبع ورقة الكوبة أو انه الاحتمال هي واحدة اتنون وخمسين حقيقة ما برش الفرق بينه واذا حدا بيعرف الإحصائي يا ريتي يخبرني اللي فهمته أبو هذا التقيق يعني اجتهاد شخصي وما بعرف اذا كان صحيح انه الاحتمال بيستخدم لما بيكون عم كرر التجربة عدة مرات لانه هذا بيعبر انه شو احتمال تطلع لي على عدد المحاولات خيني وربما ربما بينما الـ odds بيتعلق بالمحاولة وحدة انه انا لو بمحاولة اتجربت شو حتكون النسبة كلامي ما انا صحيح ما بيظن انه صحيح وحقيقة ما برش الفرق وما بيهمني اعرف شو الفرق بيهمني اعرف انه شو معنات odds وشو معنات probability السلام عليكم